موسيقى طيب لا ينازع بهاء وجاذبية هذه الفقرة سوى صاحب الفقرة ودي حاجة مهمة جدا لأن وضفنا العزيز الحقيقة رجل شديد الجاذبية في الكلام وابتسمى لا تفرق وجهه على الإطلاق وبعدين فيه طلاقة في الحديث وتنوع في الموضوعات وبعدين جاذبية شديدة جاذبية مطلقة يعني فلا تملك إلا أنك أنت تبقى مبسوط وعايز إيه هو إيه الفصل يطول يعني احنا ممكن ما بدأناش الفقرة بس أنا عايز حتى الفصل كمان بس مش عايز الفصل يطول عشان في عندنا كلام مهم جدا الكلام المهم هو متعلق بحضرتك بسيادتك السلعة الأساسية اللي أنت طول الوقت عايزها تبقى متوفرة السؤال هو متوفرة أو لها مش متوفرة الواقع بيقول آه أحمد خيري صديقي العزيز عايش في إنجلترا بيشتغل هناك في شركة محترمة جدا يا أحمد أخبارك إيه وعايش في لندن وفي حي راقي حاجة مزاج المزاج أحمد أخبار لندن إيه فيقول لي إيه بالظبط كده يا بختكو أنا مرة دي أصدت أقول اسمه يا بختكو بشتغل شركة كبيرة قاوي يعني تقولوا يا بختنا يا بختنا بإيه يا ابني ده أنت في لندن المدينة الأكثر حيوية في العالم قال لي يوسف أنت تخش أي سوبر ماركت مهما كان اللي أنت عايزه مش بالضرورة تلاقيه ولو لقيته ليه كمية هتاخدها ما تاخدش أكتر منه تقول لي يا عم أنتوا عندكوش هناك تاخد على البطاقة قال لي آه بس وارج الكشير مش هتطلعك بالحاجة في أزمات عالمية حصلة في الدنيا لكن في أدوات استخدمتها الحكومة المصرية علشان تعمل نمو في النتج القومي ده من ناحية ومن ناحية تانية توفر لك اللي أنت عايزه كل الترحيب بضفنا دكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أو على رأيي دكتور إبراهيم طايتلز كتير جداً ملهاش علاقة ببعض قلت له بس كلها مهمين جداً منورنا يا فد أهلاً بحضرتك وبالسادة المشاهدين وسعيد على المقدمة التي لا أستحقها اللي هي أقل كتير مما تستحقها هذا من زوء حضرتك صدقني أنا يمكن هسأل والله السؤال اللي بيقوله والمواطن المواطن هيقول لي عم يوسف انت عملتوا لنا البضاعة متوفرة مش هو البضاعة متوفرة ده صحيح إزاي؟ في إتاحة كبيرة لي معظم السلع إن ما كانش كل السلع على مستوى الجمهوري دور وزارة التموين هو تأمين احتياجات المواطن ده رقم واحد إتاحة السلع تكوين احتياطي آمن من السلع الاستراتيجية عشان الناس ما تحسش لو فيه حصل في سلاسل الإمداد أو سلاسل التوريد أو هناك خلال أو مواني تقفل زي ما حصل في كوفيد 19 أو زي ما حصل في الحرب الروسية الأوكرانية في دول قفلت حدودها مش كده؟ وتأثرت سلبا سلاسل الإمداد لهذه السلع طيب قدرت الحكومة المصرية على مدار الفترة السابقة أن هي تكون احتياطات آمنة من هذه السلع وأنا بتحدث عن ما يقرب من 8 سلع استراتيجية اللي لا غنى للمواطن عن هذه السلع زي الأمح زي الزيت زي السكر زي الرز زي الفول دي كلها سلع بنسميها سلع استراتيجية هناك سلع أخرى بنسميها سلع أساسية والسلع أساسية دي اللي بتتباع على بطاقة التمويل ليه مستحقي الدعم طيب فالسؤال بتاع حضرتك في مكانه في دول مثلا زي بريطانيا زي ألمانيا زي فرنسا حصل لديها قصور في إمدادات السلع حصل قصور في إتاحة هذه السلع إنما في مصر ما حصلش الحمد لله ولم نشهد زيادات سعرية كما شهدت هذه الدول زيادات سعرية رهيبة عندنا زيادة لكن مش بنفس المعدلات بتاعت أوروبا وأمريكا واحد أنت عندك فاقد من السلع وعندك إتاحة من السلع حصل زيادات بسيطة جدا مقارنة بالزيادات السعرية التي حدثت في دول متقدمة بس خلينا أقول حاجة إن الدول دي عادة لا تكون احتياطي من السلع الاستراتيجي الدول المتقدمة بيبقى عندها على طول سلاسل إمداد كفء من الداخل فبالتالي هو ليس في احتياج إلى تكوين احتياطي وقدرتها الاسترات واسعة توفير العملات واسعة فما عندهاش أي مشكلة إنما أنت عندك تحديات كبيرة ومع هذه التحديات أنت قدرت أنك أنت تكون مخزون استراتيجي من هذه السلع والاحتياطي بتاعك النهار ده وصل إلى سبع شهور مثلا في السلع زي الأقماح الزيوت ست شهور السكر ست شهور فكل السلع الاستراتيجية التمانية اللي أنا ذكرتها هناك احتياطي آمن أو تكوين احتياطي آمن من هذه السلع لأن قدرت أنك أنت تنوع مصادر الإمداد بتاعتك المناشئ اللي كنت بتجيب منها الأمح أنت كنت دايماً بتجيب الأمح من روسيا أو أوكرانيا طيب لما حصل هذه الأزمة هتجيب الأمح منين نوعت فإحنا أورادي كنا منوعين سلسل الإمداد يعني جبنا من ألمانيا جبنا من فرنسا جبنا من رومانيا جبنا من بلغاريا دي كلها مناشئ كان تم التعاقد عليها في السابق ولكن لم تستغل لأنك كان عندك سلسل الإمداد الرئيسية بتاعتك روسيا وأوكرانيا وإحنا الشيء بشيء يذكر إحنا تقريباً بنستهلك سنوياً ما يقرب من 23 مليون طن من الأقمح إحنا أكبر دولة مستوردة للأقمح في العالم يعني 45% تقريباً إنتاج محلي و55% مستورد من الخارج بس الرغيف الخبز ده شيء مهم جداً 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 للمواطن هي أهم سلعة استراتيجية موجودة في الدولة المصرية شغلنا اسمه لقبة العيش وعلى لقمة العيش بقى فيه أمثال كثيرة جداً بتستخدم لقمة العيش مش كده فأساس الوزارة هو أساس اقتصادي إن هي واحد بتأمن احتياجات البلاد عشان كل الناس يبقى عندها السلعة الاستراتيجية موجودة تكوين احتياطي آمن وإهتاحة هذه السلعة على مستوى الجمهورية يعني ما عندكش سلعة موجودة في القاهرة ومش موجودة مثلاً في أسيود إنما السلعة كلها موجودة على مستوى الجمهورية هناك أربعين ألف منفذ حكومي يقوم بإتاحة هذه السلعة للمواطن سواء المواطن تحت مضلة الدعم أو المواطن خارج مضلة الدعم ده عندك ما يقرب من اتنين وتلاتين ألف بقى التمويني ده بيصرف مستحقات التموين للمواطنين تحت مضلة الدعم صحيح عندك ما يقرب من سبعة تلاف منفذ لمشروع جمعيتي على مستوى الجمهورية عندك ألف وربعمائة منفذ للمجمعات الاستهلكية زي الأهرام والنيل والسكندرية مش عارف هتفتكر الحاجات دي زمان كالناس بتوقف طابير عشان تاخد فرخة وتاخد كيس رز وكلام من هذا القبيل فالنهاردة احنا بعند نجلة في إتاح وحضرتك بتخش تشتري كما يحلو لك وكما ترأى ليك ألمانيا حطت حطت كوتا حطت حد لمجموعة من الأصناف أو مجموعة من السلع فما كان لهذا أن يتم لولا أنك أنت عندك تنصيق مع القطاعات المختلفة في الدولة في تمويل هذه السلع هذه السلع تحتاج إلى تمويل كبير مش كده أنت بتتكلم على مليارات أنا مش عايز بس أقول الرقم عشان الناس ما تخدش يعني في الدعم النهاردة في دعم السلع بنتكلم تقريبا على 36 مليار ودعم الخبز بيتعدى الـ 52 مليار ده سنويا فلك يعني أن تتصور سلاسل الإمداد وكفاءة سلاسل الإمداد في توفير هذه السلع سلاسل الإمداد عشان نفهم الناس عشان في ناس ممكن يعني إحنا ما كناش وضحنا لها الصورة بشكل جيد هتلاقي أن المنتج المنتج للسلع بيحتاج أنه هو يودي السلع إلى مخازن طبعاً ومن المخازن إلى متاجر عشان ناس تقدر تتصوق من هذه المتاجر هذه الحركة بتسمى سلاسل الإمداد في حاجة اسمها مناطق لوجستية المناطق اللوجستية دي بتبقى موجودة ما بين المنتج والمخزن طب المنطقة دي بيحصل فيها المناطق اللوجستية بيحصل فيها فارز وتعبئة تجنيع زي الصوامع وزي المطاح زي مثلاً هقول لحضرتك لما تروح مصنع سيارات كويس؟ السيارة بتصنع في هذا المصنع ثم بتروح منطقة لوجستية بيتم بقى تركيب الأكسسرز بتاعتها صح الحاجات الإيه الإضافات لهذه السيارة الإضافات في الطعام فارز وتعبئة وتغليف بنسميها منطقة لوجستية حتى في صناعة الدواء بيبقى عندك مناطق لوجستية فكل صناعة وكل قطاع بيبقى له المنطقة اللوجستية الخاصة بي طيب وانس إن المنتج خرج من المنطقة اللوجستية بيروح بقى منتج نائي يبقى موجود في المخزن يبقى أنا عندي مصنع منطقة لوجستية مخزن ثم مطجر اللي الناس كلها بتروح تشتري من هذه المتاجر صحيح طلع بقى موضة جديدة اسمها التجارة الإلكترونية اه مش كده فطلع بقى مسميات جديدة بدل المناطق اللوجستية سموها باللغة الإنجليزية fulfillment centers وبدل المتاجر سموها dark stores تمام إيه اللي بيحصل إن حضرتك النهاردة تعرف التجارة الإلكترونية شهدت زخم رهيب جدا في الفترة اللي فاتت بسبب COVID-19 وناس قاعدة في البيت والمراكز التجارية متوقفة عن النشاط فابتدى كل الناس تطلب تعمل orders online وبقى في تطبيقات كتيرة وطلعت تطبيقات كثيرة سهلت حركة تداول السلعة فبقيت السلعة بتيجي من المخزن للمستهلك ما بقاش فيه مطجر لأ المطجر مقفوط مش كده فالتجارة الإلكترونية عشان أدي أرقام التجارة الإلكترونية ما قبل كورونا يعني في بداية 2019 كان حجم تداول السلع تحت مظلة تجارة الإلكترونية أو Electronic Commerce دي وصلت كانت لتلاتة مليار النهاردة احنا بنتكلم على ما يتعدى خمسة مليار يعني ضعف مكان عليه حجم التجارة الإلكترونية ومصر هي تاني أكبر دولة تستخدم تطبيقات إلكترونية في التسوق بس تاني بستخدم تطبيقات مش بتاعتي معظم التطبيقات لو بكلم على السوبر ستورز يعني بتبقى تطبيقات أجنبية إنما تعرف المصري دايما المكتهد والشركات الناشئة قدرت تعمل مجموعة من التطبيقات البسيطة والحاجة ابتدت الحقيقة إن هي تبقى موجودة فسر الموضوع هو الإتاحة طول ما انت عندك إتاحة كل ما زودت حجم المتاجر حتى لو هي متاجر افتراضية طيب هنا حد هيجي يقول لي يعني يا يوسف أنتو عايزين تقولولنا أنت ودكتور إبراهيم أن أنتو أشتر مصر يعني أشتر أو الأخوان هيقولوا أنتو أشتر من الألمان والإنجليزو اللي مش عارف إيه ما تقولولنا يعني أنتو بتعملوا إيه علشان يحصل وفرة في السلع وفي نفس الوقت الزيادة في القيم السعرية ما هياش بنفس المعدلات اللي بره يعني الزيادة في القيم السعرية عندي أظن بتبدأ من 15 لحد أظن 25% دخلي بالك إحنا عندنا في بعض السلع الأسعار بتاعتها نزلت اللحوم دي نزلت ما خفضت عشان في ناس دائما بتراهن يقول لك إيه لو السلعة سعرها زاد عمرها ما هتنزل تاني الحقيقة هذه المقولة مش حكوك فيها اللحوم والرز والسكر أظن اللحوم أسعارها نزلت بقى 72 جنيه كنا بنتكلم على 85 جنيه إحنا هنا ده سعر المجمعات بتاعتها ده سعر المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين عشان الناس هتروح تقولي أنا بروح للسوبر ماركت أو هايبر ماركت الفلاني أو الجزار الفلاني ده الحقيقة يعني حتى وإن كنا تدخلنا لما حصل زيادة سعرية غير مبررة في رغيف الخبز الأفرنجي وتدخلت الدولة بأدواتها وألياتها وطرحنا على المخابز الأفرنجي سعر طن الدقيق منخفض وبالتالي رجع تاني كان الرغيف وصل لجنيه ونص وجنيه 75 جنيه رجع تاني إلى قواعده سالما وتحدد الوزن بتاعه عشان برضه ما يتلعبش في الوزن طبعا كل الرغيف بيبقى له وزنة وله قطرة تمام طبعا فكرة أن في بعض الناس بتغش ده دوارد بس يعني دايما الدولة لهم بالمرصاد هرجع تاني النقطة بتاعت الوفرة اشمعنا في مصر زي ما قلت حقيقة ثقافة المجتمع الأوروبي أنه هو من المصنع إلى المستحلك ما عندوش بقى ايه المخازن احنا عندنا مخازن يعني وزارة التموين لدى شركتين الجملة التابعتين للشركة القبضة للصناعات الغذائية ودي شركة ضمن سبع كينات اقتصادية تحت عبائة وزارة التموين عندها ألف خلي بالك من الرقم بقى ألف ما يقرب من ألف وربعمائة مخزن على مستوى الجمهورية عشان تكون فيهم احتياطات عشان هذه المخازن توزع إلى المنافذ والمتاجر على مستوى الجمهورية فما حسش المواطن بنقص في أي سلع وهذكر حضرتك فاكر كوفيد أول ما بدأت وكان كنا في رمضان 2019 والناس تخوفت وإحساس الناس بالخوف والناس جاريت عاوزة تخزن حاجات والناس جاريت بقى تشيل الرف طب تصور لو الرف ده لم يتم تعبئته مرة أخرى الناس هتعمل إيه على السوشال ميديا تقولك إيه الحق ده الصنف ده ناقص ولو صنف ناس هتلاقي كل الأصناف بقى كل ناس هتتبتدي إن هي تتحصل على أي صنف حتى لو مش هيستخدمه بس هو هيخزنه ودي ثقافة خلينا لك من زمان وثقافتنا إحنا وده شيء جيد لحقيقة فكرة ثقافة التخزين طلعت في مصر جيدة لما الدولة هي اللي بتخزن صح بالضطط أما المواطن يخذش في قصة التخزين أنا ما عنديش مانع إن المواطن يخزن احتياجاته الرئيسية بس الاحتياجات اللي هي تكافي إيه أسبوع أسبوع عشر تنين أسبوعين على أقصى التقدير إنما في ناس الحقيقة بتتاجر بقوت الشعب فيبتدي إن هو يخزن تجار يبتدي يحبسه البضاعة وكان طبعا فيه قضايا يعني أمن دولة للتجار اللي هم حابسي هذه البضاعة الاستراتيجية طيب أنا هستأذن هستأذن ففاصل وعايز أرجع بعض الفاصل على مسألة ناس بتلعب بأقوة خلق الله أنا هقفشه إزاي بيروح هو واخد مخزن في حتة متطرفة ويخزن فيها البضاعة وبعدين يستنى شهر اتنين ثلاثة والله يا لأ الأسعار بتزيد معنا هو شارع على الخيس يروح جاية وجايبها على المحل طيب أنا برضو مش عارف إنه المخزن ده تابعه ومقم أجر مخزن كده إيه كوليشن كان في أي حتة ويشتغلونها أكنك كنت قاعد معنا الصبح النهاردة في الوزارة أنا ومعايا الوزير ومنها تحدث لهذا عمر وأقول لها حقيقة إيه القرارات حلوة أوي الكلام ده خلونا بسرعة نروح لفاصل ونعود مرة تانية الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية خب بالك من كلمة بقى تنمية دي عشانا نجيلها برضو تنمية التجارة الداخلية استنونا خلونا نجدد الترحيب بضفنا العزيز دكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وأنا بقى كنت أسأل على إيه أقول يا خدم ده الناس بتخزن وابتقول لي كأنك كنت موجود معنا الصبح صحيح إيه بقى اللي هيحصل إحنا الحقيقة اتفقنا حيكون هناك قرار وزيري لتقنين المخازن فيه اشتراطات لهذه المخازن فهندي فترة انتقالية للناس إنها توفق أوضاعها فيما تعلق بهذه المخازن حاجات اللي هي الهيجين الجزء اللي هيتعلق به الناحية الصحية الأمن الصناعي وخلافه وبالتالي الناس اللي هي بتخزن بقى في شوية مخازن دي الحقيقة حيتصادر بضاعتها ويتصادر المخزن ويقول إلى الدولة ليه؟ ماينفعش إن المخازن إن هي تشتغل كده بشكل عشوائي لازم كل مخزن يبقى له رخصة طبعا ولوه اشتراطات مش كده؟ فبالتالي يعني هتسمع قريب بإذن الله على هذا القرار إن كافة المخازن على مستوى الجمهورية يكون لها اشتراطات تتعلق به النواحي الصحية والأمن الصناعي وعشان ما نظلمش أصحاب المخازن أو التجار هنديهم فترة انتقالية أو فترة سماح لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق بهذه المخازن ومن لم يفعل ومن لن يفعل فستكون الدولة له بالمرصاد هتصادر هذه البضاعة وانا عايزة أقول إن الدولة الحقيقة بيبقى لها أدوات قوية جدا في التعامل مع يعني من يسيء إلى أقوات الشعب المصري يعني ما تبص على مباحث تموين والتجارة الداخلية تبص على جهاز حماية المستهلك حجم الأضايا الحقيقة أو الكيسز اللي تمت خلال الفترة السابقة يعني كنا بنصل في اليوم إلى ألف وشوية وخلي بالك أضايا التموين والتموين مش الغذاء فقط يعني زي ما كنا بنتكلم كل حاجة من السيارات أي شيء بيتم التجارة في داخل قدود الدولة أي سلعة بيتم المتاجرة فيها دي تحت ولاية وزارة التموين والتجارة الداخلية فكنا بنصل إلى كيسز بالألوف في اليوم الواحد وفي نفس الوقت دي بتبقى أضايا أمن تولع عليها يعني مش أي قضية اللي بيحبس البضاعة أو بيخزن البضاعة مش كده أو اللي بيعطش السوق أيوة مش كده ده الكلام اللي بيقال مش كده طبعا أنت ما بتقدرش تصل إلى نسبة 100% أكيد ما عندكش استحالة يعني لم يكن في يوم على الكرة الأرضية أن أي أجهزة رقابة أو تفتيش بتقدر بتحكم السيطرة 100% بالضبط أن هي عندها كفاءة في السيطرة على السوق بالنسبة 100% إنما الحقيقة يعني أنا بقول فيه تعاون كبير مع الاتحاد العام من غرف التجارية والشعب المختلفة والتجار الحقيقة يعني احنا فيه أهل المدارس بيبقى فيه مواسم تعرف الوزارة بتتواجد فيها بكثافة عشان تعمل إتاحة أكبر وتقلل الأسعار يعني أهل المدارس النهاردة فيه محتوى كبير جدا من المنتجات مش فقط المنتجات المدرسية إنما منتجات أخرى عملية التمويل للمدارس ومصروفات المدارس فهناك بنوك عملية فعندك الحقيقة أصبح النهاردة الإيفانس اللي بنتتعمل ديت أو المنتديات أو المعارض اللي بنتتعمل زي أهلا رمضان أهلا مدارس بص على الكثافات بتاعة الجمهور أو المستهلكين طبعا في هذه أقول المتاجر الكبيرة أو المتاجر المتنقلة أو المتاجر الانتقالية انت عرف بيبقى فيه يعني الحقيقة مجموعة من أقول بتعمل المتاجر بشكل مؤقت في المحافظات وبتكون موجود فيها كافة أنواع السلع تبقى للمناسبة بتاعتها سواء سلع رمضانية أو سلع المدارس أو سلع تتعلق بالأعياد في الأوكازيون خلال الفترة اللي فاتت وكمل محلات المشاركة في هذه المناسبة ده كله انت بتحاول تعمل ايه؟ رواج للسلع وده جزء كده من تنمية التجارة الداخلية ده من تنمية من تنمية الاقتصادية ليه؟ أما بتعمل رواج للسلع فبتخلي المصنع ينتج أكتر ينتج أكتر وشكده؟ ينتج أكتر يبقى أنت بتزود إجبال الناتج المحلي طيب طول ما ده شغال يبقى أنت بتزود معدلات النمو معدلات النمو في أي دولة بتيجي من مجموعة من العناصر يأما بتزود حجم القاعدة الصناعية بتاعتك بتزود حجم التجارة سواء الداخلية أو الخارجية مع العالم الخارجي أو الاستثمار أو الإدخار أو الاستهلاك والحقيقة جزء رئيسي من أننا السنة الماضية تعدين الستة في المية في معدلات النمو كان بسبب كثافة الاستهلاك بسبب كثافة الاستهلاك كثافة الاستهلاك معناها أن أنا في عندي قدرة شرائية أوسعة عندك قوة شرائية قوة شرائية أصلاً ما بيكون فيه استهلاك يعني بيقض نعم معناها فرص عمل أكتر بزابط يعني الناس معها كاش اللي معها كاش بينزل يتسوق أو يتبضع فبيحصل على هذه البضاعة وبتبقى ملكيته وبعد كده بتنزل بضاعة مرة أخرى من مصانع فبالتالي حركة دوران الاقتصاد بتبقى الحقيقة إيجابية للغاية طب بتقدروا فندم ترصدوا القطاعات أو الشرائح الاقتصادية والاجتماعية معدلات استهلاكها بتبقى قد إيه يقول لي إيه آه معدل الاستهلاك بيزيد بس ديه شرائح اقتصادية إما طبقة متوسطة في شرائحها العليا أو عند الناس الأغنية لكن الناس التانية بتقدر إن حضرتك أو ترصد وتتبع إيه هي القطاعات اللي بيحصل فيها زيادة في الاستهلاك أو إيه هي المنتجات اللي بيحصل فيها زيادة في الاستهلاك وفيه خلي بالك فيه زيادة في الاستهلاك بتبقى موسمية يعني السلع الرمضانية زيادة الاستهلاك حلويات والعيد الكبير مثلا ففيه مواسم بتلاقي إن الكور بتاعك أو الأساس بتاعك بسبب المناسبة فبيحصل معدلة استهلاك كبيرة جدا طبق مهم؟ إنما فيه سلع بقى اللي هي الطبعية على مدار السنة يعني مثلا ما تيجي تقول لي الرز السكر الشاي رز وسكر ودقيق تقول لي الجبن هقولك دي حاجات بتبقى موجودة عاملين حساباتنا مش بس على كل شريحة على كل محافظة أنا عرف المحافظة دي تخلي بالك فيه محافظات مثلا الاستهلاك بتاع الرز بيبقى كثيف محافظات تانية بتاخد رز أقل في نفس القصة في الخبز في ناس بعض المحافظات بيبقى استهلاك الخبز بتاعها كثيف في ناس أو بعض المحافظات بيبقى استهلاك الخبز قليل فإحنا عاملين السيجريجيشن أو النوع من الدراسة كل محافظة في كل منتجة بتستهلك قد إيه إمتى حلو جدا فبتقدر تعرف السوق وحجم الاستهلاك وهضخ قد إيه في الحتة دي يعني أقول لك المصريين السنة اللي فاتت أنفقوا واستهلكوا 2.1 تريليون جنيه 2.1 تريليون جنيه حجم استهلاك وإنفاق المصريين خلال العام المنصر يتوقع أن هذا الرقم يتعدى بزيادة تصل إلى 15% طيب أقول لحضرتك بقى أزيدك من الشعر بيت أن يعني 30% من هذا الاستهلاك والإنفاق في سلع غزائي في إيه فان انت؟ سلع غزائي سلع غزائي نعم يعني كام المصريين دفعوا وصرفوا واستهلكوا بما يتعدى 700 مليار جنيه هتلاقي بعض الشهور مثلا بيحصل الاستهلاك فيها بيزيد جداً زي رمضان بيبقى ضعف تقريباً بيبقى تقريباً ضعف الاستهلاك معني الناس المفروض صايمة فترة الأولانية إننا من أهل الكرم إحنا أهل الكرم وربنا يعني إيه ربنا يديم هذا الأمر إنما أنا عايز أقول لحضرتك إن العالم حوالينا ابتدى يخفض من استهلاكه مش بس في الأكل والشرب في كل حاجة كله يعني النهاردة ما بتبص على التضخم في بريطانيا النهاردة التضخم في بريطانيا عدى 9% أمريكا نفس القصة متوسط الموجات التضخمية في أوروبا في 28 دولة تحت عبائة الاتحاد الأوروبي تعدى العشرة في المياه طب الناس عملت إيه ابتدت ترشد الاستهلاك صحيح ابتدت تضع أولويات الاستهلاك السلعة اللي هي فيها رفاهية ابتدت تتجنبها تماما وبقى يركز على كيفية الاتخار طبعا إحنا هنا في مصر الوضع مختلف شويتين تلاتة مش كده لأن الدخل بتاع المجتمع أو بتاع الأسرة قليل فبالتالي معظم الدخل بتاعه ما كانش يتعدى هو بيستهلكه في أساسيات الحياة فواجب على الدولة إن هي تقف جنب هؤلاء اللي هما يستحقوا هذا الدعم على أساس إن هي توفر لهم السلع الأساسية بأسعار عادلة وفي نفس الوقت إن هي تتحمل الموجات التضخمية وزيدات السعرية اللي ترأت على معظم السلع على مستوى العالم اللي احنا بنستوردها وما اتمررش هذه الزيادات للمواطن أعدي الحقيقة مثال الزيت الزيت كان طن الزيت ب750 دولار وصل لغاية 2000 دولار بعد الحرب الروسية الأوكرانية لنتعرف روسيا أوكرانيا من الدول اللي هي منتجة للأقماح والزيوت بجانب طبعا دول أمريكا اللاتيناية طيب لما زاد الزيت من 750 دولار للطن وبقى 2000 دولار وانت بتستورد 97% من استحلاجها في الزيوت وما حصلش زيادة لسعر الزيت تحركت من 21 جنيه لـ 23 جنيه بس بص الزيادة اللي ترأت بقت كم ضعف النحية التانية مرتين ونصف إما كانتش ثلاث مرات فالمفروض إذا الزيت اللي المواطن بيتحصل عليها وده حقه أنه يتحصل عليها بسعر عادل بس الدولة تحملت الزيادة من المصدر بدلا من أن تحمل كل الزيادة بدلا ما هي تحمل أو تمرر هذه الزيادات للمواطن فدي إضافة جيدة جدا بالنسبة للسلعة الأساسية أما تيجي تبص على رغيف الخبز رغيف الخبز تكلفت على الدولة 80 إرش بيباع لي المواطن تحت مظلة الدعم بخمس أروش يعني الدولة تتحمل يوميا على الرغيف 75 إرش بننتج تقريبا قد إيه بتنتج من 270 مليون لـ 275 مليون رغيف يعني بنتحمل حوالي 130 مليون جنيه فرق يومي سعر كل يوم بننتج قد إيه بننتج في السنة ما يقرب من 90 مليار رغيف دولة بحاجة بمصر دولة عظيمة فيها نمط استهلاك مختلف عن أماط الاستهلاك في الخارج مش كده؟ طبعا فبالتالي أنت يجب كدولة أنك تتعامل مع هذا الموقف تأمن مصادر الإمداد وسلاسل الإمداد لهذه السلع اللي أنت بتستوردها من الخارج مش بس تأمن هذه المصادر تنوعها تزود تخزينك أو احتياطاتك الاستراتيجية لهذه السلع إحنا بنعمل حاجة اسمها مخازن استراتيجية مع القطاع الخاص في ظل توجه الدولة للتخارج من بعض الأنشط فعملنا حاجة اسمها أن القطاع الخاص هو يبني مخازن بس عشان تبقى حقيقة تعرف بس المخزن بيبقى العشرة فدان يعني باتكلم على ما يتعدى عشرة فدان يعني أربعة تلاف وتلم متر أربعة تلاف وتلم متر بتكلفة استثمارية مليار للمخزن الواحد مخزن الواحد ده عشان هيبقى فولي أوتوميتد هيبقى كله مميكن تقدر تعمل ستوك كنترول عارف كل مخزن فيه إيه مسحوباتك من البضائق عاملة إزاي المخازن دي هنعمل المفروض سبع مخازن على مستوى الجمهورية وده توجيه رئاسي إنك أنت تزود الاحتياطي من السلع النهائية فتلاقي إزاست الزيت كيس السكر العبوات الكيلو 800 ملي وتقدر ترفع هذا الاحتياطي من خمس شهور إلى ثمان شهور فقالي سلع في السلع النهائية أنا ما عنديش مشكلة في السلع الاستراتيجية ما أمنها وحضرتها في الصوامع عندي حبوب وعندي غلال والصوامع ذاتة كفاءة عالية جدا ما بيحصلش فيها هدر أو فقد فالنهار دا الدولة بتتحدث إن هي تتشارك مع القطاع الخاص وتترك بعض القطاعات للقطاع الخاص إنه هو ينمو فيها وأنا أجر بقى يعني القطاع الخاص هو اللي حيستثمر هو اللي حينشئ هو اللي حيدير هو اللي حيشغل هو اللي حيصين مش كده؟ وبعد كده ده بنظام حق النفاع بعد 30 سنة يقول المخزن مرة أخرى إلى الدولة أو يتم تمديد أبو على أن يقول مرة أخرى في حالة جيدة بالمناسبة أه طبعا طبعا دا دا بيبقى فيه هو هيتسلم لنا خورد لا 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 مهم جدا الحقيقة قلته إنه لازم مما تاخد الأصل بتاعك أو يعود الأصل بتاعك إلى حضانتك من القطاع الخاص لازم يكون له اشترطاتك صحيح مش كده؟ صحيح حبيت إنك أنت تمدد هذا التعاقد أو هذا الاتفاق مرة أخرى فليكن يعني لو عايز تدي القطاع الخاص مرة أخرى فليكن طبعا طبعا إحنا النهاردة عندنا هنعلن عن ثلاث مصانع للزيود جديدة ما الشراكة مع القطاع الخاص فالشراكة مع القطاع الخاص أصبح التزام وإنك تدي لقطاع الخاص مساحة في معدلات النمو وفي الاستثمار وفي إجمال الناتج المحلي عشان ترجع تاني مرة أخرى إلى إن القطاع الخاص بيقود دفة الاقتصاد طيب أنا أسأزا هروح لآخر فاصل معنا في الحلقة وهنكمل الكلام لسا عمنا حاجات كثيرة عايزين دعونا نتكلم فيها استنونا لو سمحت آه مصبقة وإحنا وإحنا بنجدد رحيم بدكتور إبراهيم عشماوي أقدر أقول لكم النصيحة اللي قالها لي الحاجة اللي أغلى من سعرها واحد رح بلغ عشان الوزارة والأجهزة المعنية تعرف تشوف شغلها اتنين اوقع تشتري حاجة أنت عارف أنك بتتغشف سعرها صح صح بس أنا بأتكلم على الحاجات اللي هي السلع اللي هي السلع الثانوية إنما السلع الأساسية الحقيقة إحنا بنوفرها دي موجودة الحمد لله بكثافة وبإتاحة كبيرة جدا فما عندناش أي شكوى من نقص لأي سلع الحمد لله على مستوى الجمهورية خلي بالحقيقة أنت ممكن تبقى في الأقاليم الرئيسية السلع موجودة إنما فيه أقاليم أخرى ما يبقاش فيه سلع ده مش موجود ومش وارد تمام فإحنا بنغطي الجمهورية كلها فأما فيما يتعلق بالسلع الأخرى اللي هي السلع الثانوية أو السلع اللي فيها نوع من الرفاهية فأنا بقول عندك حاجة من ثلاثة ياما تبلغ الأجهزة المعنية سواء حماية المستهلك أو مباحث تموين والتجارة الداخلية ده واحد اتنين إنك أنت تستغنى عنها مؤقتا تمام أو تشتري البديل صح هم دولة على فكرة أنا أنا ما بخترعش بس بقول دي الأدوات اللي بيتعامل بيها المستهلك عند وجود غلاء في أي سلعة غير أساسية خلي بالحقيقة النهاردة مثلا فكر البدائل النهاردة إنك توفر البدائل يعني مثلا الناس بتحب الرز طب ما ممكن أوفر لهم مكرونة والمكرونة يبقى بديل أو مع الرز مثلا اللحوم نفس القصة ممكن الناس بتاكل لحوم ممكن يبقى أسماك يبقى أسماك وأسعار الأسماك الحقيقة مهاود جدا أسعار اللحوم زي ما ذكرت إنها انخفضت فيه المجمعات الاستغناء وصلت 72 جنيه فأنا دايما بقول فكر البدائل لازم يكون حاضر لدى المستهلك فكرة البدائل وفكرة الترشيد وفكرة الاستغناء عن ما هو رفاهيات يعني سنويات أنا مش عارف أقول حضرك إيه أنا كنت عايز نوع دكتور من كده بكتير وأتمنى إن إحنا نتقابل جوه البرنامج وبرا البرنامج أنا هبقى المستفيد شارف فأنا اتشرفت جدا بمجود حضرتك معنا النهارة دكتور ألف 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 شكر كل الشكر لضفنا العزيز دكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية استغنى عن اللي مالوش لازمة هات الأساسي اللي تلاقيه بيغش بلغ عنه وما تشتريش الحاجة اللي إنت شايف إنه سعرها مبلغ إيه يعني ليه يا عم وفي حد ضربك على إيدك خلصت الحلقة لحد كده لو كان لنا العمر نتقابل بكرة إن شاء الله في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات ترجمة نانسي قنقر